السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة الثلاثة الوحدة السادسة إذن في هذه الحصة لدينا الحصة الثانية من درس الأعداد الكسرية العمليات الأربع في الصفحة 127 من كتاب النجاح إذن ننتقل إلى الصفحة 127 إذن سبق وأن تطرقنا لموضوع العداد الكسرية وكيف نجمعها ثم كيف نطرحها وكيف نقسمها ونضربها إذن في هذه الحصة سنقوم بهذه الأماليات الأربع سنوظفها في تمارين في عمليات في مساء إذن نبدأ بالتمارين الأول أحسب ثم أختزل العدد A إذن هذا العدد A إذن هو يتكون من أعداد كسرية ولكن تقريباً عندنا هنا العمليات الأربع عندنا الطرح عندنا جمع عندنا الضرب وعندنا القسمة إذن هنا أدنا نعود أن نكتب هذا العدد الكسرية ثم نحدد الطريقة التي سنحسب بها هذه العملية إذن أول شيء هو أننا نحسب ما يوجد بين الأقواص إذن هنا يخص نحسب ما يوجد بين الأقواص الأولوية دائماً للأقواص عندما نحسب ما يوجد بين الأقواص ونحصل على عدد كسرية ثم بعد ذلك سننجز العملية ديال الدقب العملية ديال القسمة وبعد ذلك نقوم بالعملية النهائية اللي هي العملية ديال الطرح ولكن هذا العدد هذا عندنا ما قلنا نشبح الخطو إذن هذا ليس بعدد كسري هو عدد صحيح ولكن يمكن أن نحوله إلى عدد كسري حيث أنك رجع المقام تعوح إذن سبق أن تحدثنا عن هذا في الحصة السابقة إذن هنا عملية الطرح وهنا عملية الجمع إذن دائماً في عملية الطرح وعملية الجمع نفكر في توحيد المقام ثم نطرح السؤال هل لدينا نفس المقام؟ لا إذن سنوحد المقام بين الواحد والثلاثة وبين الأربعة والخمسة لكي نستطيع إنجاز هاتين العمليتين إذن آت يساوي إذن هنا هي المقام ثلاثة وهنا المقام ثلاثة هذه العملية ديال الطرح وديالقسمة نؤجلها إذن المقام هنا يبين هدف جوج غد يكون هو عشرين إذن علاش لأنه معناش هذا مضاعف هذا معناش نفس المقام هذا ليس مضاعف هذا هذا ليس مضاعف إذن المقام الموحد بينهما هو عشرين إذن نرجع هذه إذن هنا عنا المقام الموحد ثلاثة إذن هذا المقام دياله ضيجة ثلاثة إذن ننضعك كما هذا المقام دياله واحد إذن لیصله ثلاثة إذن باش نوصله لثلاثة شنه ندر نضربه هنا مثل ثلاثة واحد فتلاثة Glory três إذن سنضربها في ثلاثة تعطينا ثمنتاش إذن إذن دب العملية الطرح دبه واجده إذن عندنا استطاع أننا نجزوها بالنسبة للعملية للجمعة كذلك إذن هنا ضربنا في خمسة إذن حتى الفقدر نضربوا في خمسة خمسة فوعد تعطينا خمسة هنا ضربنا في أربعة أربعة في خمسة إذن هنا نضربوا في أربعة تعطينا ثمانية إذن ننتقل إلى المرحلة الموال إذن هنا غنديروا عملية تطرح بين 82 و 18 إذن 82 غدينطرحوا منها 18 والنتيجة على ثلاث مضربة في خمسة على إثنان ثم ثلاثة على سبعة مقسومة هنا يعني لدينا المقام لدينا عشرين نحتفظوا بالمقام اللي وحدنا ونجمعوا البسط مع البسط إذن ثلاثة عشر هنا هذه العملية غنديروها عمود أفقية إذن هنا نقسومنا ثمانية كذلك تعطينا ربعة نزلوا واحد هنا ثمانية ناقص جوج ستة إذن أربعة وستو إذن إذا بص في أنجزت العملية دي للضرح وأنجزت العملية دي للجمع فحصلت على هذه النتائج إذن بالنسبة للعملية دي للضرح كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام بالنسبة للعملية دي القسمة سوف نحولها إلى ضرب ما عنديش أنا عملية ما عنديش العملية نتاع القسمة إذن هنا قبل أنا من ما نقوم هنا بالعملية دي للضرب نختازل علاج باش باش نسهل علي العملية دي للطرح وتوحيدي ما قاميه نحاول نسهل ماكسيمو إذن هنا عندي اختزال بجوج سوف نختازل هنا بجوج وهنا بجوج إذن هذا إذا اختزلت بجوج قسمت 64 على جوج كتبقى لي 32 وهذه إذا قسمتها على جوج كيبقى لي واحد فعوض أنني أنا نضرب 64 في 5 سوف نضرب 32 في 5 وغادي نضرب 3 في 1 إذن هذه العملية اللي موالية إذن 32 عندي نضربها في 5 على 3 في 1 ناقص هذه العملية سوف نحولها دي للقسمة سوف نحولها الضرب إذن البسط يصبح مقام والمقام يصبح ضرب إذن سوف نعطيني 20 على على 13 إذن 20 على 13 إذن دابا ما عنديش هنا اختزال إذن دابا سوف ندير العمليات دي للضرب إذن 32 سوف نضربها في 5 إذن 32 في 5 سوف نضرب 160 على 3 ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص ثلاثة في عشرون ستون سبعة في ثلاثة تحشر سوف نضرب 3 في سبعة واحد وعشرين نحتفظه بجوج ثلاثة في واحد إذن واحد وانتسع إذن هنا خصني نوحد المقام بين هذين العددين خصني نوحد المقام بين ثلاثة وواحد وتسع إذن هنا خصني نشوف واش واحد وتسعين هو مضاعف لثلاثة ليس مضاعف لماذا؟ لأن هنا عندنا المجموع عشرة إذن هذا ليس مضاعف وبالتالي شكونا أول ما قام الموحد هو الضرب نتع ثلاثة في واحد وتسعين إذن خصنا بهذا المية وستين غضي نضربوها في واحد وتسعين وكذلك الثلاثة غضي نضربوها في واحد وتسعين هذا هو ما من أصعب الأعداد لعشاء الكسرية للحساب فيها حسابات كبيرة تسعين على واحد وتسعين هنا نضربوه في ثلاثة إذن ضربنا البسطول المقام في واحد وتسعين وهنا ضربنا البسطول المقام في ثلاثة ثم ننجز هذه العملية إذن عندنا مية وتسcion في واحد وتسعين وهنا ابتعد هذه كالكليلاتويس مية وتست Fuel مضربة إذن ل оказى أربعتشر الف وخمسمية أربعتاش الف وخمسمية و ست merde ناقص 60 إلا ضربناها في 3 كسعطينا 180 3 إلا ضربناها في 91 3 في 1 3 في 97 إذن قتلنا العملية تطرح بنا هذا العدد 180 وغيرا ننتهي إذن كسعطينا النتيجة هي 14,380 على 2,270 إذن هذا هو نتيجة انتهاء العملية إذن ننتقل إلى التمرين الثاني اشترى رجل تلاجة بمبلغ 5490 درهم فدفع من 82 على 9 ودفع منه عند تسلمه التلاجة 1 على 6 على أنه يؤدي الباقي في خمس دفعات شهرية متساوية القيمة أولا أحسب الكسر الذي يمثل المبلغ المؤدى ثم أحدد قيمته أحسب قيمتك كل دفعة شهرية إذن هنا لا بد أن نفهم التمرين ونفقيكه إذن هنا أعطونا هذا عبارة عن مبلغ إذن المبلغ أعطونا وطلبو لنا هنا القيمة وطلبو لنا هنا القيمة وكذلك أعطونا عطاني طلبو لنا الكسر إذن أعطونا هنا الكسر وهنا أعطونا كسر وهنا طلبوا لنا كسر إذن من خلال إذن هنا عتاني القيمة متساوية القيمة إذن هنا من خلال هذا التمرين نرى أن جهد المسائل كان القيمة وكان الكسر فالمبلغ الإجمالي هو 5490 كم يقابله ككسر واحد الكسر الذي يوافق التمن اللي يدفع هذا الشخص فاش يشري التلاجة في البداية في أول مرة جوج على تسعود وفاش بغي يتسلم التلاجة زاد دفع واحد على ستا ثم الباقي اللي غادي نحدده الكسر متاعه كم يمتي عبر خمس دفوعات شهرية إذن دبهنا لابغينا هذا التمرين نفهمه قد نحاول نديره عبارة عن جدول ثم وبعد ذلك نجيب عن الأسئلة إذن كان عندنا دابة القيمة أو للمبلغ كما تريدون وعندنا الكسر إذن هنا إذن عندنا المبلغ أو القيمة الإجمالية المبلغ الإجمالي ثم عندنا عند عند هنا تسلم التلاجة عند عند طلب أشطلب التلاجة ثم عند التسلم ثم الباقي إذن هذا هو ما العناصر اللي عندنا في التمرين إذن إذن ما هو المبلغ الإجمالي كقيمة إذن خمسالاف وربعمية وتسعين درهم إن القيمة خلصة تكون بالدرهم كم يوم تتلك كسر واحد لأن الكسر كيمتل واحد دائما الكسر يعني التطال يعني القيمة الكلي ينتعى الكسر الكل دائما كيمتل واحد والأجزاء كيمتل واحد ألا أو المهم دائما البسط صغر من المقام عند الطلب شنو أعطونا أعطونا الكسر إذن أعطونا جوجة لتسعيد ما أعطونا القيمة لا أعطونا جوجة لتسعيد عند التسلم كذلك ما أعطونا القيمة ما أعطونا الكسر الذي يمثل واحد على ستة بالنسبة الباقي اللي يتقسم عبارة عن خمسة دفوعات ما أعطونا لا قيمة ولا قصر إذن وطرحوا لنا الأسئلة لنسأل الأول وحسب الكسر الذي يمثل المبلغ المؤدى ثم أحدد قيمته إذن هنا خصنا نحدد الكسر الذي يمثل المبلغ المؤدى إذن المبلغ المؤدى إذن هنا شحلك يمثل الكسر اللي الباقي يعني هذا المبلغ اللي غادي عبارة عن خمسة دفوعات شحل كيمتل ككسر وفاش نلقاوه كميوم تلك ككسر غادي نشوف وعاو تاني شحل كيمتل كقيمة وعاو وعاو نلقاوه كقيمة سنقسمها على خمسة باش نلقاوه حل غادي فالشحل إذن سنبدأ بالكسر إذن شنو نفعل هذه كتمة القيمة الكلية مدم هذا الواحد كيمتل القيمة الكلية هذو الأجزاء إذن الأجزاء إذا جمعناه هذا الجزء زائد هذا الجزء زائد الجزء سنعطينا واحد إذن هذا يريد الكسر هذا جوابا عن السؤال ألف إذن الكسر الذي يمتل المبلغ المؤداء يعني هذا يقصدون المبلغ المؤداء يعني في الحقيقة يخصم يقول الباقي في الحقيقة يخصم يقول الباقي باش تلميض ما يتيش هذا هو المقصود الباقي المؤداء أما هذا ره مبلغ مؤداء وهذا مؤداء كون مؤداء لهذا يجب أن يكون التمرين واضحا إذن الكسر الذي يمثل المبلغ المؤداء ما سيكون هو هذا الواحد ككسر الذي يمثل لنا التطال ونقص منه 1 على 6 ونقص على 6 إذن سيكون هو 1 ناقص 1 على 6 ونزيد عليها جعلة تسعود هذه 1 على 6 هي تسلو هذه فشخدت اللاجا وهذا الإجمالي هنا سنجزو هذه العملية ونحاول نطبق الأعداد الكسرية لأن موضوع هو توضيف الأعداد الكسرية إذن هنا سنجزو ها في ورقة مستقلة لأن المساح لا يستقد إن لدينا 1 ناقص 1 1 على 6 زائد جوج على 9 إذن هنا نقص نحن واحد المقام بين هذا وجوج ف 6 و تسعود كونه المقام الموحد بين 18 إذن 1 ناقص عندي 1 على 6 المقام 18 وهنا المقام 18 إذن إذا ضربت هنا في 3 نضرب هنا في 3 أعطين 3 ونضرب هنا في جوج وهنا في جوج أعطين 4 1 ناقص 7 على 18 إذن 7 على 18 عود ثاني جيت هنا يرقي ترس يخصين وحد المقام المقام هنا كان 1 كان هذا 1 لم يفهم هذا 1 هو مجموعة لأجزاء العداد الكسرية لدينا أجزاء عداد الكسرية كما رأينا في الجدود هذا عدد الكسرية صغر من 1 هذا صغر من 1 صغر و تعطينا ذاك الواحد هو التوطال بالنسبة لأعداد الكسرية و100 بالمئة هي النسبة المئوية إذن لدينا وحد المقام 18 ستعطينا 18 على 18 ناقص 7 على 18 إذن العدد الكسري سيكون 18 ناقص 7 11 على 18 إذن هذا هو العدد الكسري الذي وافق الباقي إذن 11 على 18 ستعطينا على 18 ناقص أصبح لدينا الباقي 11 على 18 إذن كأعدد كسري إذن السؤال هو ما قيمته إذن كما لقوا هذه القيمة هذه سنستخدم الضرب للأعداد الكسرية سنأخذ المبلغ الإجمالي للتلاجة ونضرب 11 على 18 هذا لم يطلب ه لينا قالوا إن أعطينا القيمة عند الطلاب وعند التسليم إذن سنأخذ 11 على 18 وسنضرب ها في 5409 لنحصل على الثامن الذي يمثل الباقي إذن هنا سنجاوب على القيمة إذن قيمة الباقي المؤداء سنقوم 11 على 18 ونضرب ها في الثامن الإجمالي وهو 5490 دير بدره ثم سنجده بدره إذن سنضرب عملية حسابية سنضرب 11 في 5490 إذن 11 5490 ونقسم ها على 18 إذن النتيجة ستكون هي 3355 درهم السؤال باق وحسوب قيمة كل دفعة شهرية إذن هذه القيمة هذه القيمة هي الخمس شهر هذا الذي سيخلص خمس شهر قيمة كل دفعة ستكون قيمة كل دفعة ستكون 355 355 ستقسم ها على 5 لكي نعرف كل شهر ما يحدث إذن نضرب عملية حسابية على 5 إذن 671 درهم إذن كل شهر سيخلص 971 درهم هذا هو القيمة كل الشهر إذن ننتقل إلى التمرين الموالي وهو التمرين الثلاثة قبل ما نبدأ نحسب ه أولا لدينا بعض الأعداد ليست كسرية لدينا هذا ليس عدد كسري هذا ليس عدد كسري هذا كذلك هذا عدد ليس عدد كسري لدينا لدينا نرجع أدد أكسري كرد 6 على 10 لدينا 3.5 3.5 هي 35 على 10 لدينا 0.8 مثلا هي 8 على 10 ثم لدينا 4 هي 4 على 1 إذن لابد أن هذا الأعداد نحول إلى أعداد كسرية لكي يصلح لنا أن نحسب لدينا عملية الضرب عملية الضرح عملية الجمع عملية القسمة إذن نبدأ بالعملية الأولى العملية الأولى مادة اقتصادية اقتصادية يحيد المعقام إذن ما هو المعقام الموحد هنا هو 35 إذن هنا أن المقام 35 وهنا 35 إذن ما هو العدد الذي نضرب 5 و يعطي 35 هو 7 7 يضرب 12 قصة 24 8 7 10 قصة 24 7 لنصل 35 سنضرب ها 5 5 3 15 ثم أقوم بعملية الطرح إذن إذا إذا نقص 84 سنقص 15 إذن أعطي 69 60 على 35 إذن هذه العملية الأولى 60 على 35 العملية الموالية كما قلنا سنحول إلى عدد كسري إذن عندي 4 على 3 أعطينا نضرب 6 على 10 4 إذا ضربتها 6 سنعطينا 24 3 إذا ضربتها 10 سنعطينا 30 هنا ظهر الاختيزاء لماذا؟ لأن هذا قابل القسم على 6 وهذا قابل القسم على 6 إذا قسمت هذا على 6 وهذا على 6 24 على 6 يعطينا 4 و 30 إلى 6 5 إذا هذه النتيجة لدينا 3 فاصلة 5 3 فاصلة 5 هي 35 على 10 كما رأينا قبل لحظات 8 ضرب 4 على 5 عندي 35 أضرب صف 4 سنضرب 70 70 140 إذا 140 5 10 50 10 ظهر الاختزال الاختزال سنقسم على 10 إذا تشوف النتيجة 140 على 10 كتاب 14 و 50 على 10 كتاب 5 لدينا العملية القسمة أولا نحول هذا إلى عدد كسري إذا 6 على 14 مقسومة على 8 على 10 يعني ده بغ نحول الاختزال القسم لا ضرب 6 على 14 مقسومة 10 على 8 6 6 إذا ضرب 10 يعطي 60 و 8 14 8 4 يعطي 32 نحتفظ ثلاثة 8 1 8 11 إذا هنا ظهر الاختزال سوف نقسم على 4 60 إلى 4 و 112 نقسم على 4 60 على 4 سوف نقسم على جوج 30 و نقسم على جوج 15 قسمة على 4 هي 2 مرتين 112 سوف نقسم على جوج 56 56 قسم على جوج مرة أخرى 28 إذا العدد النتيجة هو 15 على 28 هنا عندنا هذا العدد نحوله إلى عدد كسري قسم 45 على 10 وهذا سوف نحوله إلى الضرب نأخذ العملية الضرب ثم ندير المقلوب 4 على 15 ثم أقوم بعملية الضرب 45 في 4 يعني 45 في جوج ثم في جوج 45 في جوج نضرب مرة أخرى 180 هذي ستعطينا 150 ظهر الاختزال على 10 اختزال على 10 وأكثر إذا ربما نختزله بعشرة وغذيبا لنعود اختزال آخر 18 على 15 ثم سنقسم على 3 إذا قسمنا على 3 هذه وقسمنا هذه على 3 إذا النتيجة ستة 6 على 5 إذا 6 على 5 هي النتيجة النهائية على العمل ننتقل إلى العمليات الأخرى عندنا عمليات الضرب إذا نضرب البسط في البسط والمقام في المقام 9 في 5 45 ثم 3 في 10 30 ثم ثم الضرب الضرب على 15 نقسم على 15 45 قسمنا على 15 ثلاثة ثلاثة على 15 ثلاثة 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 وهذه النتيجة هنا كذلك لدينا 14 لو ضربنا على 5 لذلك سعطينا 70 ثم 12 لو ضربنا 15 لذلك نحاول نضرب 12 مئة وثمانون مئة وثمانون هنا ظهر الاختزال على عشرة نقسم هنا على عشرة نقسم هنا على عشرة إذن النتيجة ستكون سبعة على ثمنتاش وهي النتيجة النهائية ثم عنا تسعود على ثمانية مقسم على ربعة الربعة قلنا بأنها ربعة على واحد إذن نحول هذا ستكون واحدة على أربعة تسعة في واحد تسعة تمانية في أربعة اثنان وثلاثة هل يوجد هنا اختزال؟ مكانش بنتهم اختزال العملية الموالية عندنا ستة على سبعة نضربها في مقلب العدد الآخر أثنان circulانات مقلب العدد الآخر Woche اثنان نضرب the اختزال الاختزال الذي سنختزله سنرى أن هذا يقسم على جوش وهذا على جوش إذا 54 إلى قسم منها على جوش كسعة 27 و 98 إلى قسم منها على جوش إذا كسعة 48 إذا 27 على 48 إذا 9 و 40 إذا لم يكن هناك بناتهم اختزال إذا نقفه عند هذا الحجب هنا لدينا عملية الجمع إذا نفكر في ماذا؟ في توحيد المقام إذا لحظة كل العملية كيف يمكنك المشيو بها هنا لدينا المقام الموحد هو 35 بين هجوش الأعداد هذا سنحفض به كما هو ثلاثة على خمسة وثلاثة هنا نضربه في خمسة و هنا في خمسة هنا سعطينا خمسة و عشرين وهنا خمسة في سبعة و خمسة و ثلاثة ثم نجمع إذا 28 على خمسة و ثلاثة هنا ظهر اختزال سنختزل بماذا؟ لأن هذا قابل قسم على سبعة وهذا هذه لقسمنا على سبعة كي أعطينا أربعة وهذه لقسمنا على سبعة كي أعطينا خمسة وبالتالي النتيجة هي 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 إذن هي أربعة على أربعة على خمسة إذن هذا بالنسبة للتمرين ننتقل إلى التمرين الرابع إذن التمرين الرابع أحسب ثم أختزل أحسب ثم أختزل أحسب ثم أختزل العدد بماذا؟ إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول إذن لدينا عملية طويلة فيها كذلك فيها الجمع و الضرب و الجمع و الضرب و الضرب إذن بماذا؟ إذن هنا بطبيعة الحال هنا لدينا واحد العمليات التي سنسبق منهم العملية التي توجد بين الأقواس ثم بعد ذلك ننجز العمليات الضرب إذن أنا سنوحد للمقام بسعود حيث هذا لديه مقام بسعود بهذا عنده مقام واحد المقام المححد هو تسعود إذن المقام المححد بين هذين العددين هو تسعة بالنسبة للعددين الآخرين المقام المححد هو إثمان عشر شحل الإثمان عشر العمليات الضرب من بعد حتى نجزو العملية للجمع لأن الأقوى السابقة أقوى من كل شيء إذن هنا ضربنا في ثلاثة حتى ينضربه في ثلاثة تغطينا 27 هنا ضربنا في 34 في 13 ثلاثة جدنا 4 في 14 هنا ضربنا ما ضربناه إذن سيبقى العسل هو هو هنا ضربنا في تسعود حتى ينضربه في تسعود إذن 5 في تسعود 45 إذن سنجزو داب العملية للجمع تغطينا 50 على 9 مضروبة في واحد على تمانية زائد سبعة وعشرين إلى نقصنا منها ستاش إذا سبعة وعشرين نقص ستاش ستاش سعطينا سبعة نقص ستة واحد جوج نقص واحد واحد حداش على اثناش مضروبة في ثلاثة على حداش إذا هنا اظهر الاختزال سنختزل هذا الحداش لكي تسهل علينا شوية العملية ثم هنا سنختزل كذلك بجوج تبقى لنا هنا خمسة وعشرين وهنا ستبقى أربعة وهكذا سنحاول نبسط من العدد شوية لأنه لكي يأتينا أسهل شي شوية إذا سنضرب هذا الأعداد فيما بينها هنا سنختزل هنا سيبقى لواحد وهنا سيبقى لواحد ثم نقص سنضربه خمسة وعشرين في واحد على تسعود في اربعة زائد واحد في ثلاثة ثلاثة اثناش في واحد اثناش وعننا اختزال آخر هنا سنزيد ونختزل لأنه بلوس كنختزله اذا ربما نجزوه قبل اذا هذا الاختزال سنضربه قبل هنا نضربه من الأفضل إذن هنا إذا اختزلنا هذه قسمناها على ثلاثة ستبقى 1 وهذه على ثلاثة ستبقى 4 إذن عوض ما نضربه 3 و 12 سنضربه إذن ستعطينا 1 في 1 على 4 في 1 إذن النتيجة هنا النهائية ستكون هي 25 على 36 زائد 1 على 4 إذن هذا ما يكون هو المقام الموحد المقام الموحد هو 36 بين 4 و 36 إذن هنا نتأكدون الجمل نعم إذن هنا 25 على 36 ستبقى 25 على 36 هنا إذا ضربنا في 90 تعطينا 36 إذن انتهى نضربه في 90 تعطينا 9 إذن نتجة نهاائية سنزيد 9 على 25 تعطينا 4 34 على 36 وهنا لدينا نختزل بجوج إذن نقسمه هنا على جوج ونقسمه هنا على جوج فتعطينا 17 على 18 إذن هذه العملية أفضل من العملية الأولى العملية B جيدة إذن ننتقل إلى التمرين الأخير التمرين الأخير هو شابه بالتمرين الثاني إذن النتوليه دوى برودوير 5000 تريكوه إذن واحد صاحب شركة أو معمل أو مصنع بغا يصاوب 5000 ديال التريكوه صاحب الشركة قرر أنه لأن سور سنك سورا غري يعني لأن سور سنك يعني هنا إذا بغينا نكتبه هنا لأن سنكيام العدد الكسري الذي يوافق عدد التريكوه الرمادية واحدة على خمسة لتخوى ويتيام لتخوى ويتيام غوش إذن ثلاثة على ثمانية هو العدد الكسري الذي يوافق عدد التريكوه الحمر لغاست سورا ومبلو دابا لغاست العدد الكسري الذي يوافق البلو معناش كما شاهدنا في الجدول السابق سألكم لك القيام إلى تتع unicorn ال� burgers كما سنكتغى؟ indifferent魚 شكما سنكون living total السابق الآن تعقولنا عنif ان العدد الكسري الإجمالي يكون غالبها واحد و الأعداد الكسري الأجزاء تكون أصغر من واحد إذا بغينا نمتح الفركون علي ما stiff أنه يقل手 إذن لكسيون نمیرو 1 لفرقشن يعني الكسر إذن نقلبه على الكسر لفرقشن qui représente qui représente لتريكو بلو لتريكو بلو إذن شل غا ديتكم لتريكو بلو هادي تكون هي واحد وغادي نقسو منو الواحد على خمسة زائد الو الثلاثة على تمانية واحد هو العدد الكسرية الإجمالي وغادي نقسو منو العدد الكسرية الجزئية باش نلقوا الجزء الثالث نوك هات الشي لابغينا كي مقفل نديروه في عدد في جدول نوك هاتشي لابغينا نعبرو عليه في جدول إذن هنا كي نعننا العدد لو تو قلنا بأنه كيمة الواحد بالنسبة للكسر بالنسبة للعدد الإجمالي لدينا خمسة لابغة لدينا الكسر لغوش ثلاثة لثمانية الكسر لغوش لغوش 1 على 5 الكسر لغوش كي نحسبه لنقوم بأنه سوف نقوم بأنه لغوش 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 كي نعطينا 40 40 كي نعطيه إلى قسم 23 كي نعطيه 17 40 كي نحن لغوش كي نقوم بمتاع لغوش 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 17 40 كي نعطيه 17 40 17 على 40 إذن إذا جمعنا 17 على 40 زائد ثلاثة على ثمنية زائد واحدة زائد واحدة وهو التوطال على أعداد الكسرية هذه دائما تكون لدينا في الدين الثاني 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 لا يوجد مساحة أقلق المثال إذن نرجع الجدول إذن لدينا 17 على 40 تبه السؤال هو أخص نلقى لونمبر هنا و لونمبر هنا و لونمبر هنا إذن شكرا عندنا 5000 إذن 5000 إحنا شفنا سابقا إلا بغينا لونمبر نضرب الكسر في لونمبر توطال نضرب هذا الفيديو هنا لونمبر نضرب واحدة إلى خمسة في 5000 و لقو لونمبر توطال ديوك بدريكوات وهنا كذلك إذن هنشن غنضيرو ثلاثة على تمانية خمسة هنا واحدة إلى خمسة في 5000 هنا سبعتاش على أربعين خمسة. هنا يباين قصتنا ألف. إذا النومبر دي تخيكو غري ألف. إذا ها نشيو هنا وغد نديرو ألف. غد نديرو ألف. هذا النومبر. هذا الكسر وهذا النومبر. بالنسبة للتخيكو اللي هما غوش غنديروا عملية حسابية. إذا ربما ربما التمرين يقدر يكون في الفاصيلة وهذا غيكون خطأ. غيكون خطأ إلا كان التمرين في الفاصيلة. إذا هنا غد نديرو ثلاثة في خمسة علاف. مقسومة على ثمانية. ثلاثة في خمسة علاف على ثمانية. إذا ألف وثمانمائة. إذا لا يوجد الفاصيلة الآن. ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين. إذا لا يوجد الفاصيل. كذلك هنا سوف نديرو. سبعتاش في خمسة علاف. على أربعين. إذا ألفين. إذا صحيح. إذا تمرين مخطط بشكل جيد. إذا ألفين ومائة وخمسة وعشرين. إذا هنا يجب أن نكتب هذا الشيء. إذا بالنسبة للتخيكو بلو. عنا ألفين ومائة وخمسة وعشرين. بالنسبة للتخيكو غوج. عنا ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين. إذا هذه كأعداد. وهذه ككسور. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة اللي هي طويلة شوية. لأن هناك تمارين كتبغي شوية للوقت. ولو أنه كان بالإمكان ديالي نزيد نشرح أكثر ونبصل أكثر. ولكن خد أن الحصة غطول أكثر. ولهذا حاول شي مرات أنني ما نوقفش عن شي أمور. إذا موعدنا مع حصص قادمة في وقت لاحق بحلل.